السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم محمد تحسين من قناة صرشاجي ازايكم عامليني اتمنى اتكونوا بخير وصحة وافية ان شاء الله في الفيديو ده هوريك ازاي تعمل او تستورد او تعمل حاجة اسمها امبورت ليه ويب سايت عندك في الاكسل اللي انت تجيب ويب سايت او تنزل ويب سايت عندك الاكسل وبحيث ان هو لما يجي يعمل رفش او يحدس حاجة فيه الديتا عنده تسمى عندك في الاكسل وليكن انا عندي موقع زي ده المواقع جماعة اللي هتنزل عندكم في الاكسل المواقع هتبقى شكلها عامل زي التابولر زي ده كده شكل التابول اللي هو بقى عامل زي انديا بتاعها اللي هو عدد السكان في 2014 كزا والتغيير اللي بيحصل في السنة بيبقى شكل الجدول كده فايه رأيك بقى اللي احنا نعمل المنظر ده كده ننقله عندنا في الاكسل بحيث ان هو كمان لما يتعدل هو كمان يعدل اوتوماتيك عندنا في الاكسل يلا بينا بسم الله بص اول حاجة عندي قائمة اسمها داتا داتا اهي في حاجة اسمها جد اند ترانسفورم داتا تمام في حاجة اسمها هنا ويب فروم ويب وفي هنا تيجي عايز تجيبها من من الليستة من هنا تيجي هنا كده ويتلاقي فروم اثر سورسز في حاجة اسمها ويب دي او دي مش فرقه فانعملنا فروم اثر سورسز فروم ويب نستهلنا كده لحظة عشان هو بس بفروم ويب بيبقى بتعامل معاملة خاصة شوية بقى تقيل سنة بس اول ما بتيجي تستعمل الداتا او بتيجي تعمل لود للداتا خلاص الموضوع بيبقى كويس جده يقول لك الURL ايه هنيجي هنا كده هنقول له الURL هناخد ده كده كوبي وهنيجي هنا كده ونحط هنا كليك يمين بيست ده الURL او هو لينك الموقع وندوس اوكي وهنا هوا يا شباب بيعمل اللودة هوا وبس بياخد وقت سنة عشان هو بيربط اللينك ده على الاكسل بس شباب هو جاب لي اهو التابل اهو ان التابل ده او اللينك ده معمول من الHTML من لغة HTML تب تعلم بس على دي كده بيقول لك ده الHTML code وده الكلام اللي بيظهر فيه يعني حاجات تبع الاكواد وكده طيبول تو بيبقى هنا طيبول ون بيبقى انديا وتشاينة وها كده لحد الCOLUM 24 وهنا تلاقي اول ما تيجي ده اوف هنا هتلاقي اسم هنا الفرق المبين ده وده ان هنا الAMTOLUM مش موجودة. هنا الHIDER قصدي مش موجودة. هنا الHIDER موجودة هي لحد World share. هنيجي هنا كده مبص لحد كلمة World share وبعد كده اقول لك Load ولا transform. هنقوله الاول transform عشان اقول لك ليه هنعمل transform الترانسفورم يا شباب أول ما بتيجي تخش الشاشة دي ممكن تكون مشفتاش قبل كده دي الشاشة دي اسمها شاشة الباور كويري الباور كويري دين ده بتقدر تعدل على الداتا قبل ما تعمل لها لود أو قبل ما تنزلها على الاكسل فاحنا نبص هنا انديا اي بي سي اللي هي يعني ده تيكست والبوبيوليشن ده برضو أرقام اللي هي وان تو سري دي بتبقى الداتا طيب الموجودة وده برسنتج أو رقم برسنتج اللي هو مية في المية والنت نتشينج برضو أرقام يعني بص الحاجة مظبوطة إلى حد ما والدنيا إلى حد ما هنا مظبوطة فهنا نعمل ايه يعني ايجي نعمل هنا كلوز اندلود وندوس هنا الدقسة كده نحين هو دلوقتي بيعمل لودينج نية تنزل على الاكسل اللي هي ده بقتي تمام خلينا معاه كده لحظة اللي يا جماعة بس قبل ما يعني اول بس ما يعمل لود اتمنى بس ما تنساش تعمل لايك وتسارك معا في القناة لان والله الواحد بيتعب كتير قوي في الفيديوهات دي فاعتمنى ان احضرك ما تنساش تعمل لايك وتسارك معا في القناة بس يا شباب اهو ده كده اهو الشيت اهو نزل فيه الحاجة اهي نعمله كده ونعمله بالمنظر ده كده ونخلي الكلام كده في النص ونخلي البوبيوليشن دي مسلا نخليها ان انت نعمل لها كومة سيباريتور نيت تفصل ما بين الكومة اهي كده واليرلي تشينج دي نخليها مسلا برسنتج ونعملها مسلا كده ديها تبقى تسعة في المية او تمانية يعني تسعة في المية اهي كده وهكذا تقدر تزود وتقدر تزبط الدنيا دي كلها يعني بصوا المنظر اللي هو ما بين الاكواس دي دي بالسالب مش بالموجب يعني دي كده سالب اه يعني انا قصدي ان المنظر ده وتقدر طبعا تعمل عليه حاجة كتير قويه كده المنظر ده بقى عندك ودي نعملها مسلا كده في المية بالزبط كده كده بقى المنظر كده بقى مظبوط والدنيا بقت مظبوطة جدا وده شكل التيبل اللي موجود عندك عشان تعدل عليه تمام فالشيت ده كده يا شباب الشيت ده كده بقى اي حاجة تيجي تتعدل هنا هو يتعدل هنا طب انا دلوقتي عايز اصبت كده حاجة بحيس ان هو يعمل رفريش كل شوية هنيجي هنا في لما تيجي تقف هنا كده مش هتلاقي كلمة كويري ظهرت لما تيجي تقف في تايبل ده كده اتلاقي في حاجة اسمها كويري اهو وندوس على كلمة كويري دي اهين في حاجة اسمها برو بيرتز برو بيرتز دي اهو مندوس عليها او بيقول لك ايه انت عايز انابل باكجراوند فريش اقول له تمام يقول لك رفريش كل قد ايه بصوا لو تلاحظوا الباكب ده او الداة دي لو كبيرة يستحسب ما تعملهاش كل مدة صغيرة يعمل لها مسلا رفريش مسلا كل ربع ساعة يعني مسلا هنا اعمل لها مسلا كل خمستاشر دي او مسلا تقول له ايه او رفريش وين داتا رفريش داتا وين اوبنينج فايل لو انت قفل الفايل ده اول ما تجد يفتحه هو يعمل رفريش فاهمين قصد ايه يعني ممكن تلجي دي كده وتخلي تقول له ايه احنا عزين نعرف مسلا عدد السكان مسلا في تشاينة دي وتكون قفل الملف ده والاكسل ده بمجرد ما تيجي تفتح الاكسل يبتدي ايه يعمل رفريش على طول تمام ودي حاجات كتير قوي كده في الباور كويري تمام طب انا دلوقتي مسلا عايز اعدل على الحاجة اهي او عايزة يعني اعدل عليها تاني او اخلي كولم ومخليش كولم هنيجي برضو عند الكويري دي كده وهنيجي نعمل هيدخلني في الكويري تاني تمام ركز في اللي انا بقوله دلوقتي الحتة دي حلوة فممكن مسلا بالكويري ده مسلا يعني ممكن الجزء ده كده انا مش عايز واحد اتنين تلاتة دي مش عايز اروح هنا كده واجه عند كده اسمها ريموف كولم وادوس على دي كده شل الحتة دي مسلا انا مش عايز مسلا اه مسلا ميجريت ننت دي او لاند اريا نخلي دي مسلا نشيلها دي مسلا نفطر ريموف دي انتو فاهمين قصد ايه انتو تقدر تعمل اكتر من حاجة في الباور كويري اه علشان تزبط فيه الداة بس كده ونروح عاملين اه كلوز ان لود هتلاقيه شلك الواحد اتنين تلاتة دي هتلاقيه شالها لحظة كده دوس كليك يمين هنا كيو نعمل رفريش او دلوقتي بيعمل رفريش اساسا اهو حتى اهو كده خلاص ايه تشالت وتشال شوية حاجات من هنا وكده انت تقدر تعمل اكتر من حاجات ان انت تقول له انا عايز الحاجات دي بالزبط ان نقدر نشتغل عليها بس كده فاتمنى حضرتكم لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشترك معاه في القناة ده طريقة انك تعرف تعمل امبورت لويب سايت لازم يكون الويب سايت معمول من او من من جداول عشان تعرف تستوردها او تعملها امبورتنج شكرا جدا لكم وكان معكم محمد تحسين من قناة السرشاجي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته